السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يا جماعة الخير بعتذر لشعبي ولا أهلي على ما قلته في وسائل الإعلام أنا في حياتي لم أكن عضو في حركة حماس ولم أعمل مع حركة حماس لا في تركيا ولا في الضفة الغربية أنا واحد من الناس كنت بكذب أنا كنت ضمن مخطط ومؤامرة حياتك من المخابرات الإسرائيلية والنمساوية وأنا كنت طمعان كنت طمعان أنا بدي رجوء بدي أخذ لجوء في الاتحاد الأوروبي وانخدعت أنا واحد من الناس بخاف الله أنا رجعت لنفسي ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنا يا جماعة الخير كل ما تحدثت فيه وسائل الإعلام هو كان أكاذيب ولكن لم أكن أعلم مدى خطورة هذه اللعبة حيث أن المخابرات الإسرائيلية والنمساوية لأنه أنا في النمسا طلبت لمقابلة كنت أعتقد إنها هاي المقابلة من أجل اللجوء ككل اللاجئين هون في النمسا ولكن تفاجأت إنه الغرفة مليئة بالأشخاص اللي أنا ما بعرفهم وطلبوا مني أن أتحدث مع وسائل الإعلام في مقابلة مرتبة إلي إنه تركيا تزود حركة حماس بسواريخ وأنا طبعا ما هذا الإشي غير صحيح وما بدي أقبل ما بدي أحكي هذا الأمر أنا ما بدي أستمر في هذه المؤامرة لن أستمر في هذه اللعبة القذرة حتى لو كلفني هذا الأمر حياتي وأنا لا أخاف ولا أخشى إلا الله عز وجل أنا فقط أريد أن أكشف للشعب الفلسطيني ولأهلي وللصحافة ولتركيا مدى الخطورة التي تتعرض لها والمؤامرة من الاتحاد الأوروبي أو خصوصا من النمسا أنا معلوماتي من عند النمسا هون هم يريدون إقصاء تركيا وإظهار تركيا بأنها تضم المنظمات الإرهابية وأنها تقوم بالدعم وتمويل المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح وهذا الأمر أنا لا أعرفه لا أريد أن أشهد شهادة زور أريد أن أتوب إلى الله أنا أريد أن أرجع إلى نفسي إلى أهلي إلى وطني لن أكون جزءا من هذه اللعبة ولا جزءا من هذه المؤامرة أنا لا أعرف ماذا سيحدث لي بعد هذا الكلام الذي قلته ولكن لا يخفى عليكم شيئا أنا لا أخاف إلا الله حتى لو لم يريد أن يعطوني الجنسية أو الإقامة لا أريدها أنا أريد رضى الله ثم رضى والدي هذا كل ما أرجوه من هذه الدنيا وأعتذر لإخوتي وأسرتي على ما فعلت من ألم لهم ولشعبي وأستغفر الله لما صنعت أقول قولي هذا ويا جماعة الخير أي حدا بيحب يسعدني أنا يوصل كلامي لوسائل إعلام للصحافة أنا على استعداد أن أظهر وأتحدث بالحقيقة وأكشف جميع هذه المؤامرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته